فوز مهم في توقيت مهم خصوصا قبل مباراة سانداونز هو ده احنا من النهاردة انا الحقيقة مباراة خلصت الساعة 7 انا 7 ودقيقة ما كنتش بفكر خلاص في ماتش المقاولين اللي لم يأكل من قبله يعني ما كنتش بفكر في ماتش المقاولين خلاص الموضوع انتهى بالنسبالي انا بفكر في مباراة يوم السابت اللي جاي ازاي اكسب سانداونز في جنوب افريقيا النهاردة زي ما حضراتكم شفته كان في بعض التغييرات في التشكيل وكان في مواصلة لسياسة الجهاز الفني في الدفع بعناصر مختلفة لاكتساب الخبرات مثلا زي رقفة خليل الجزء اللي جاي ده انا قلته لحضراتكم انه كولر قال ان الهدف من مباراة اليوم تلات نقط الفوز هو الاهم تلات نقط هي الاهم لانه اكيد بنلعب بتلعب وعنك على سانداونز لكن من الاهم انك بتحاول ان تحافظ على لعبتك من خطر الاصابات وبتأمن صدارة الدوري اللي بقىنا سنتين ما اخدناهوش بفوز في وقت صعب مع فريق قوي جدا وصدقت مباريات عنيف وده مليون في المية بيربك حسابات اي جهاز فني واي مدير فني واي جهاز طبي وبعدين بيني وبينكو يعني وجهة نظري مباراة المقولين العرب مباراة صعبة جدا وكل حاجة صعبة صعبة ولكن انا بشوف المقولين العرب انت قدرت تكسب المقولين العرب المقولين العرب افضل من يعني يمكن مش عايز اقوله على فريق لكن المقولين العرب فريق جايد جدا ومعا مدير فني افضل من مداربين كبار موجودين في في افريقيا وبينافذ بالدخول في المربع الدهبي وعنده فرص لغاية دلوقتي وعندهم تشكيلة ما بين الخبرة والشباب والمحترفين عاملها الكابتن شوقي غريب اللي انا بحييه وبهنيه على هذا الاداء لهذا الفريق المحترم الرائع انا حبيت بس اتكلم مع حضراتكو ليه لانه خلاص انسى كسبنا تلات نقط صدرت الدوري ما زلنا محتفظين بيها وان شاء الله ستظل دائما في حضن لعبت النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي اللي جاي ايه بقى؟ يوم السابت مباراة يوم السابت القادم كلنا كجمهور النادي الاهلي في دهركو كلاعبين وكجهاز فني الجهاز الفني يحط التشكيل اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه لكن التشكيل اللي حيلعب الحداشر والخمسة اللي حيتغيره عايزين نكسب مباراة يوم السابت ان شاء الله او نكتهد ان احنا نكسب لكن النتيجة اللي بتاعت ربنا زي ما دايما متفقين عايزين نكتهد عشان نقدر نكسب مباراة يوم السابت اللي جاي بأي دا عن أي حاجة هو دا اللي أقدر أتكلم فيه مع حضراتكم وهو دا اللي كل جمهور النادي الأهلي طول النهار النهار دا من بعد المباراة حوالي عدد كبير من التليفونات الناس بتكلمني أو معظم أو اللي بيكلموني كلهم بيكلموني في إيه في مسندة ودعم الفريق خلال الفترة التلت أربعة هم كالعادة دايما جمهور النادي الأهلي بيساند وبيدعم فريقه لو بيلعب مباراة ودية يعني فما بالك بمباراة قد تكون الأهم في أفريقيا السنة دي يعني لو ربنا كرامنا وخدنا هذه البطولة أعتقد أن مفتاح هذه البطولة من المباراة دي اللي هي يوم السبت فإحنا في ظهر لعبتنا وحنفضل في ظهر لعبتنا لغاية لما إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يستطيعوا أن يفوزوا بعد كده ندور على اللي بعده وندور على اللي بعده ما يهمنيش الفرق التانية بتعمل إيه ما يهمنيش الحكام بتعمل إيه مع الفرق التانية في أفريقيا ولكن اعملوا اللي انتوا عايزينه كل واحد يعمل اللي هو عايزه أنا عندي فريق قادر على الوصول لنهاء أفريقيا لو كان هناك عدالة تحكمية ووجهة نظري هنا لما نيجي نلعب في مصر يجب أن يكون عدد الجمهور يملل لستاد أرجو إن ده يحصل إن شاء الله ربنا يكرمنا في مباراة سانداونز وفي مباراة القطن أتمنى في مباراة الهلال يكون في نلعب في استاد القاهرة ويكون في مئة ألف متفرج أهلاوي مش وقته دلوقتي حنبقى نتكلم فيه بعدين ولكن هذا هو المفروض يحصل كلنا ثقة فيكم كلنا متأكدين إن انتوا عندكم أفضل من اللي احنا شفناه النهاردة مليون مرة ولكن في النهاية بنسقف لكم على المجهود اللي انتوا بتعملوه النهاردة عشان يوم السبت اللي جاي كلنا بننتظر مباراة مهمة ومباراة صعبة وهي مفتاح إن شاء الله إن شاء الله تكون يوم السبت القادم مفتاح هذه البطولة